موت زرعه الحوثي في كل الطرقات والمزارع والمناطق الاهلة بالسكان في بيهامة لغم زرعته اياذ الكهنوت خطف حياة اطفال هذه المرأة البائسة التي فقدت فلذة كبدها لينا احمد خضيري ذو الخامسة عشر ربيع اما طفليها ناصر وسيناء في ربيع عمريهما اثخنهم اللغم الغادر بالجراح البالغة وترك لهم اعاقات تلازمهم مدى الحياة وعظامه كله ولا تعترف هذا والعرحق راح والعربية راحا اشكى عليهني وعم عليهما معيش ما حد يندي لي حتى الدعمة ما يخلف العربية ومخلفة الصعب حقيقي مئتين الف يبسع عايش عليه كل بقعة موطني 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 حباري القلب ما عز موطني انين هذه المرأة اثقل كاهلها فانهارت تتلوى حزنا وكمدا على اطفالها فهي اسرة تعيش في منزل مبني من القش يفتقر لابسط مقومات الحياة ولم تغفر لها معاناة النزوح والحرمان حتى سجلها الحوثي في قائمة اهدافه التي لا تستثني شيئا انفجر لغم ارضي لغم حوثي راح من قرية العكش جلا قرية الحمينة لكي يجيبون الى ثابعكم من قرية الحمينة واذا باللغم انفجر عليهم استشهدان بنت عمرها حوالى 15 سنة واثنين من اخوانها جرحا والان ما زالوا في مشتشفى المخة في طباب الحدود وهذه الاسرة نازحة في قرية العش كون اسرة فقيرة معدمة كما تشاهدون الان هذا بيتهم النازحين تحت العشاش في المكان هذا ولا يمتلكون اي شيء هنا موقع الحادثة الاليمة وهنا كانت اخر محطة للبريئة لينا قبل وصولها لمنزلها التي غادرته قبل اربعة اعوام من النزوح قثة هامدة ليبقى هذا الحذا شاهدا على قرم الحوثي ومن ورائه ايران نزلت الفرق الهندسية الى موقع الحادثة وتم نزع عبوة وكذلك لغم اوزوم كما ترون هذه العبوة في مدخل هذا الجامع التابع لهذه القرية تعتبر هذه الالغام محرمة دوليا الغام مضادة للأفراد وهي محرمة حسب اتفاقية اوتاو وتعتبر اليمن من الدول الموقع على هذه الاتفاقية ولكن جماعة الحوثي تنصلت من هذه الاتفاقية وكل الاتفاقية الاممية والدولية الانسانية وقامت بزرعة هذه الالغام دون خرائط قامت بزرعتها بشكل عشوائي وكثيف في مناطق ومزارع المدنيين كما ترون رغم تكثيف انشطة الفرق المتخصصة في نزع الالغام ونزولها المستمر لتطهير الاراضي والمناطق المحررة من الالغام الا ان العودة الى القرى المحررة والديار التي كانت تتمرتز فيها ميليشية الحوثي في ريف حيس جنوبية الحديدة اصبحت طريقا محفوفا بالموت نتيجة الالغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشية السابقا بشكل عشوائي ودون خرائط وباتت تتربص بخطوات المدنيين وتحصد ارواحهم كل يوم